اشتركوا في القناة المصر اليوم صفحة واحد تحديد هوية قتلة جنود مسترد الأخبار صفحة أربعة إخوان الأزهر يصرون على تعطيل الدراسة الشروق صفحة واحد المشير يلملم أوراقه من الدفاع المصري اليوم صفحة واحد خالد علي يتراجع عن خوض سباق الرئاسة الشروق صفحة أثيوبيا تبدأ التصعيد الخارجي لدعم سد النهضة ومصر تترقب المصر اليوم صفحة واحد البلدزرات تواصل هدم العقارات المخالفة بالمعادي المصر اليوم صفحة ثلاثة استفتاء القرم يهدد بأكبر أزمة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة خلينا في البداية أستاذ أشرف ناخد الأهرام صفحة واحد وأولى الأخبار الإرهابيون أمام القضاء العسكري الحقيقة العنواني يمكن أوسع شوية من الحقيقة أن الإرهابيون المتورطون في عمليات ضد جيش ضد هدف عسكرية وده الترجمة للدستور إحنا الدستور حصر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تستهدف منشآت القوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدياتهم لواجبهم نحن عارفين طبعا أن قصة المحاكمة أمام القضاء العسكري كانت أصارت ومازالت تصير الكثير من الجدل لكن الحقيقة إحنا أداء هذه المرة أداء أمر طبيعي جدا حقيقة أن هؤلاء الذين يستهدفوا منشآت عسكرية يستحقون تماما المحاكمة أمام القضاء العسكري دون أن يمثل ذلك أي انتقاص من حقهم في المحاكمة لو أن فعلا أن أي إرهابي النهاردة يضع ووضع المسألة والقضاء العسكري هنا يكون أعتقد قراراته ناجزة وأحكامه ناجزة بص شوف يجب أن يكون ذلك هدونا توسع يعني لازم نلتزم دايما بالقانون وبالدستور الدستور حدد محاكمة حالة الإحالة للقضاء العسكري عندما يتعلق الأمر بالمنشآت العسكرية وأفراد قوات المسلحة لكن بقية العمليات الإرهابية القضاء الطبيعي يستطيع الحاجة الثانية برضو أن الحقيقة التركيز على فكرة أن القضاء العسكري هو قضاء سريع وناجز يعطي إحساس بأنه لا يتتوفر له ضمانات العدالة أو القضاء العادل لكن الحقيقة المفروض أننا حتى حلنا المشكلة في القضاء المدني لأننا حددنا مجموعة من الدوائر للقضاء الإرهاب التي تضمن سرعة الفصل في هذه القضايا خلينا نروح للخبر الثاني المصر اليوم صفحة واحد تحديد هوية قتلت جنود مسترد ويبدو فعلا أن قتلت جنود مسترد تم تحديد أسمعه هو وفقا للتفاصيل الخبر المصر اليوم الزمنة في المصر اليوم استندوا إلى أحد المصادر الأمنية الذي رفض الكشف عن هوية هؤلاء المجندية الإرهابيين واكتفى بأنه تم تحديد هويتهم الحقيقة أنا برضو دائما ليا في الملحوظة في مثل هذه الأخبار أننا عادة أجهزة الأمن بتتصرع في الإعلام عن الكشف والتحديد ثم تمضي الأيام فيصاب الناس بالإحباط ليس مطلوب أبدا من الأمن أن يكتشف عملية تمت بهذه الدرجة من الاحترافية وهذا القدر من التخطيط لدرجة أنه في تفاصيل الخبر نفس العملية تمت من 7 إلى 10 دقايق وقت الفجر يعني شهود العيان قليلين جدا حتى العربية الأنصر السوداء ينفع تكون مسروقة وغالبا يعني جرى العرف كده في العمليات الإرهابية دايما أنه يتم استخدام سيارات مسروقة وبالتالي فهي يمكن تضلل أكتر ما تفيد عشان كده عايزين دايما الأجهزة الأمنة عندنا علشان تحافظ على الروح المعنوية للناس في هذه الظروف العصيبة التصرع بالإعلان عن الوصول لنتائج ثم التأخر في إعلان النتيجة الحقيقة فعلا بيؤدي إلى قدر من الإحباطة عند الناس لكن نحن عارفين طبعا أنه الأمن يواجه مهمة سقيلة ويواجه عدوه طبعا هو من أخطر ما يكون لأن الشخص الإرهابي دا هو شخص عادي جدا مننا مصري وما أقدرش أتوسع في الاشتباه علشان ما أسرش صخط البقية المواطنين والأبرياء منهم علشان كده ربنا معاهم ربنا معاهم وأعتقد لو فعلا يعني الخبر سليم فعلا هيكون تحديد هوية القتلة في الفترة لا إنجاز طبعا يظل إنجاز عظيم طبعا الأخبار صفحة 4 إخوان الأزهر يسرون على تعطيل الدراسة ويبدو سيد أشرف أن فعلا فيه إصرار من هو يعني للأسف الشديد بعد ما فشل الإخوان وأدركه فشلهم في الحجد في الشارع لم يعد أمامهم تقريبا إلا الجامعات وبالتحديد جامعة الأزهر يعني عارفين هي البنية الاجتماعية لطلبة جامعة الأزهر مختلفة شوية يعني أغلبهم من المحافظات ومن خارج القائرة يعني جايين عندهم ميل فطري للتدين يسهل استغلاله من جانب الجامعات التي تصبح استغلال الدين ودي مفارقة الحقيقة برضو تصير يعني تحتاج إلى وقفة أنه كيف أن الأزهر اللي هو قلعة الوسطية والفكر الإسلامي الوسطي تبقى معقل لأفكار متشددة ومتطرفة بهذا الشكل الحاجة التالية برضو المهمة اللي سأتكلم أنه يجب التعامل مع ملف الطلبة ما زلت رغم كل تجوزاتهم رغم كل تجوزات الطلب إنه إنما يجب التعامل معهم برضو بقدر من الحرص خوفا من تحولهم من مجرد متظاهرين ومسير شغب إلى إرهابيين في هذه المرحلة السنية الخطيرة الحرص هو اللي عايز تقول أشرف الحوار لا يعني هو طبعا هو الحرص يجمع بين الحسم والحوار يعني دائما أنا باخد قرار العقوبة بشوف إذا كانت هذه العقوبة ستؤدي إلى الهدف المنشود وهو تفريغ طاقة الغضب وداخل الجامعة والحد منها واللي هتودي إلى مزيد من التدعيات الأخطر يعني النهاردة مثلا فيه قرار بإبعاد 16 فالب وطلبة من المدينة الجامعية هو الحقيقة ربما يكونوا أخطاء يعني ربما يكونوا أخطاء يعني مش بقول أنهم لكن هل هذه العقوبة هتضمن أن أنا أخلص منهم ولا أحاولهم من مجرد طالبة مسير شغب إلى إرهابين مشروعات إرهابيين لا هو أبسل ما شفر ونشف مضوع الواحد يخلص منه ولكن إذا تعدى عملية إبداء الرأي أو التظاهر إلى تخريب منشآت أو حرق منشآت أو الأخر ومعتقدش أنت طالب رايح عشان تحرق حرم جميع الأنية طبعا وأنا بقول لك وعشان كده بقول التعامل مع الأمور دي يكون فيه وفي نفس الوقت كمان محتاجة قدر وكبير من الوضوح والتواصل مع بقية الطلبة لأنه اللي هيحصل أنه النهاردة إحنا فصلنا 16 طالب يستحقوا الفصل ربما لكن جماعة الإخوان هتستغلها علشان تحشد بيهم تاني يوم وهيبقى صور هؤلاء الطلب هتحولوا إلى مشروع شهداء وضحايا رأي يحشروا بيهم المزيد وهو كان تكتيك الإخوان في الجامعة يعني يحصل لهم المتاجرة بالضبط وده اللي حصل هو في أول في بداية السنة الدراسية السنة دي في الجامعة بدأت المظاهرات سياسية تطالب تحتاج على أسارة 30 ستة ما كانش لها حشد كبير فلما أن سقط بعض الضحايا الخطاب للطلبة أنه إخواتكوا تقتلوا فينزلوا أكتر وبعدين إخواتكوا تفرفلوا فينزلوا أكتر فإحنا عايزين نلعب بنفس الزكاء يعني يتم التعامل معهم بقدر من الزكاء والحكمة علشان نسحب منهم هذه الأوراق التي يتاجرونها بهم بالضبط خلينا نروح للشروق صفحة واحد المشير يلملم أوراقه من الدفاع ويبدو أن المشير السيسي حسم أمره لا هو حسم أمره الحقيقة من يعني رجل أعلن من يوم محتفال كلية الحربية بالضبط بتخريج أو بانتهاء فترة المستجدين طلبة كلية العسكرية حسم أمره فيه بعض الأوضاع لأنه طبعا نحن عارفين هو المشير هو المرشح محتمل ورئيس مؤكد يعني شعبية المشير السيسي بغض النظر عن أي حاجة تضمن له فوزا مريحا بغض النظر عن هوية منافسه في الانتخابات ولا حتى كلام عن نزاة الانتخابات لا الرجل اللي بيأخذ بشعبية بالطبعية فعشان كده يعني أنا أتمنى الحقيقة أنه القائمين على الانتخابات يبلغوا ورمانات النزاهة والشفافية لأنهم ليس محتاجين أبدا أي حاجة تصير شكوك والرجل ناجح ناجح خلينا نروح للمصر اليوم صفحة واحد خالد علي يتراجع عن خود سباق الرئاسة يعني أستاذ خالد علي رجل محامي حقوقي بارز وليعى بدور مهم جدا في فترة ما قبل 25 يناير وكان له قضايا شهيرة هو صاحب حكم مدينتي عادل الدولة عدة مليارات من الجناهات وصاحب أول حكم بالحد الأدنى للأجور وكان لعمال في المطاحن لكن مسألة دي عندنا مشكلة يعني تتعلق ببعض السياسيين هو المبالغة في تقدير الزيت يعني الأستاذ خالد علي ما خدش أي انتخابات قبل انتخابات الرئاسة الماضية بالضبط وخد فيها 134 ألف صوت من 25 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات دي المرة دي بيتكلم عن تراجع عن خود سباق الرئاسة كانت معدومة لأنه في الانتخابات اللي فاتت خد الانتخابات يعني هل هو تقدم بأوراقه بشكل أسر لا 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 خالص ما ينفعش لما بتح الباب لكن الأهم من كده أنه في الانتخابات اللي فاتت هو خدها بترشيح من أحد الأحزاب وكان حزب التحالف الشعب الاشتراكي فكانت سهلة شوية المرة دي ونحتاج 25 ألف توكيل أعتقد أنه كان هاجد صعوبة بالغة في توفيرها تمام الشروق صفحة 2 أثيوبيا تبدأ التصعيد الخارجي لدعم سد النهضة ومصر تترقب والحقيقة الموضوع دي خد الكثير والكثير من الجدل موضوع سد النهضة أستحق أنه موضوع وجودي الحقيقة كل الأضايا اللي بنتكلم فيها في مصر كوم وقضية سد النهضة ونهر النيل كوم تاني خالص لكن من الواضح طبعا أن الظروف اللي احنا بنمر بيها فرض نفسها علينا وللأسف شديد هذا الملف حتى الآن لا يحظى أبدا بأي قدر من الاهتمام من جانب المسؤولين عن الدولة سواء دلوقتي أو حتى سواء أشرف يعني خلينا نكلم على الوقت الراهن كان فيه زيارات مكوكية لوزير رايه بين مصر وأسيوبيا والسودان والآخر ولكن يبدو أن الجانب الأسيوبي متعنت واتخذ قرار جانب الأسيوبي المتعنت يعني أنت دائما في مثل هذه الأضايا يجب أن تكون لديك أوراق ضغط يعني هي الفكرة في الآخر أنك لا تراهن على الطرف الآخر أنا صاحب مصر بص أسيوبيا تتعامل مع أسد النهضة بالضبط كما تعاملنا مع أسد العري في مصر لأن الناس تبقى متخيلة هو مشروعهم القومي التاريخي فكرة أنهم يقدموا فيه أي تنازلات مسألة تحتاج من مصر إلى أوراق قوية جدا شوف حضراتك قلت يوصر أشرف بعض التنازلات طبعا مش من حقنا ومش من واجبنا بالعكس يمكن مفروض أننا عندنا خبرة في بناء السدود وخبرة في إدارتها مفروض أننا نقدمها لكن المشكلة أن أسيوبيا تتعامل مع مصر باعتبارها دولة ضعيفة وهذا هو الأمر البالغ الخطورة وبالتالي لا تضع مصر ولا اعتبارات مصر ولا مصالح مصر في اعتبارها وللأسف القائمين على الأمر يغزوا هذا الشعور يعني ابتداء من الدبلوماسيات الشعبية وصولا إلى يعني أسيوبيا تستغل الوضع الراهن وكان المفروض الحقيقة أن القائمين على الأمر في مصر يعتبروا أن كل ما يجري في مصر يكون وده كوم تاني خالص له مصار لوحده مش ممكن يعني ملاحقة الإخوان المسلمين تبقى على حساب أننا يتجهل السد الأسيوبي ولكن الاختراحات يصد أشرف لتم التقدم بيها كان اختراحات عديدة ويظل الجانب الأسيوبي متعنت الرفض ثم الرفض ثم الرفض الجانب الأسيوبي المتعنت لازم يكون أنا عندي أوراق ضغط تقبيره على تقديم هذه على قبول بهذه المقترحات وإلا أنا بقدم مقترحات في الهوى هل الضغط الدولي يؤتي بثماره في وسل هذه الأمور شوف فيه ضغط دولي وفيه ضغط إقليمي وفيه أوراق كتير قوي أنا لست وصنع قرار أنا في الآخر شوف عشان نبقى نتفع كده دايما أنا رئيس وما دون تترشحت وبيت رئيس جمهورية فأنا اللي صنع قرار أنا مطلوبش من المواطنين هما لحلوا لي المشاكل لا أنت اللي تحل المشكلة ربما لما يقول لنا هنحلها بشكل فلالي ندعم هذا الحل لكن هو صنع القرار أو القائم على الأمر هو صنع القرار الذي عليها أن يكون لديها أوراق الضغط والتعامل مع هذا الملف يعني أنا دايما يعني لو إحنا شفنا كيف تتعامل مثلا إسرائيل مع الملف النووي الإيراني باعتباره تهديد لوجود إسرائيل وعيز أقول أن سد النهضة أخطر على مصر من الكمبلة النووية على إسرائيل يعني الكمبلة الإيرانية على إسرائيل سد النهضة ربما يكون أخطر علينا في كل الأحوال حتى بما فيها الاحتمال اللي بيقولوا عليه أنه احتمال أنه موجود في المنطقة غير مستقرر يمكن أن ينهار ممكن أن ينهار عمل أمان واحد في 18 ستبقى كارسية بالنسبة لنا برد إذن التعامل مع إسرائيل وفقف تتعامل مع هذا الأمر لا تستبعد أي خيار دائما تقول كده أمريكا لا تستبعد أي خيار لما تتعامل يعني عندما يتعلق الأمر بملف وجودي لهذه القات درجة التعامل المصري معه تتعامل هزير جدا على كل مستوى طلب قوة مفروطة لا يجب استبعد أي خيار طيب خلينا نروح للمصري اليوم صفحة واحد البلدزرات تواصل هدم على العقارات المخالفة بالمعادي والله يعني هو شيء جيد أن نحن نتعامل مع ملف المباني المخالفة بهذا القدر من الحسم لكن مطلوب أنه يبقى الحسم ده مع كل المخالفات لحياة معرفش ماعنى المعادي نتمنى يكون ده مش مرتبط بالمحكمة الدستورية وبالمكان اللي موجودة فيه يعني تبقى صراع عنظمة أو مؤسسات أو محاولة لإثبات نفوذ مؤسسات إنما الحقيقة ملف المباني المخالفة طبعا ده من برضو الملفات البالغة والخطورة خصوصا الثلاث سنين وليسه والفترة اللي فاتت كان فيها نعم المخالفات زيدة شوية الحقيقة في مناطق كتيرة لم يكن حتى يعني مدينة نصر فجأة كل المباني اللي كانت خمسة دوار حولت تسعة دوار في كل حد هذه مشكلة يعني ربما يكون مثلا إيه لو أنا ببني البناء وعمل أساسات وحتى لو أنا خلفت يعني خطوط التنظيم ممكن أتقبلها لكن البناء اللي هو خمسة دوار وتبنى بخمسة دوار وتأسس بخمسة دوار وليسه اللي موحد ما فيهوش سلم طوار وفيه أسنصير واحد مش أسنصرين لما برفعهم تسعة دوار أنا بعرض المواطنين لخطة وإحنا ما إحنا شايفين كده يعني بالذات سيمكن إسكندرية لأنها عانت في سنوات سابقة من هذا الإنفلاتر المعماري تدفع التمن النهاردة كل أسبوع تقريبا عندنا حادث انهيار منزل في إسكندرية وضحايا ونرجو ألا يتقرر هذا السيناريو في القاهرة وعمليات البناء كمان بتتم لأسف الخفاء وفي ظلمة الليل لا بص هي لا هي مش في الخفاء لأنه البناء لا يتم البناء يتم بالفساد يعني تحت تحت مظلة الفساد لأنه اللي بيبني برج يعني غير اللي بيمكن في الفلاحين شوية المخالفات على الأرض إسرائيل اللي بتتم في جوم الخميس والجمعة أو في الأجازة بتطلع قرارات إزالة أو بتطلع قرارات بالمخالفة وما بيتمش الإزالة أيوة بزبطة لماذا لا تتزال بقى لا تنفذ هذه القرارات نوال موظف يطلع القرار ويبلغ به صاحب العقار المخالف أنه هتطلع القرار خلي بالك بس علشان أورق متسدف لكن لا أشي مش هننفذه تلعك موظف القانون في مصالحة في دفع غرامات وعلى آخر بتتيح لصاحب العقار المخالف للأسف الشديد بنتعامل مع هذا الملف برغم خطورته بقدر من التهاون والاستهانة لا يليق أبدا خلينا لخبرنا الأخير النهاردة المصر اليوم صفحة 3 استفتاء القرم يهدد بأكبر أزمة بين روسيا والغرب بمنظر حرب الباردة طبعا زي ما احنا يعني يمكن الناس متابعة هو روسيا في ظل بوتين فعلا استعادت قدر كبير قوي من قوة الاتحاد السوفيتي واستطاعت أنها تحدد لنفسها مناطق نفوذ وخطوط حمراء بالنسبة للغرب يجب أن يتعدها الغرب ومن هذه المناطق أوكرانيا أوكرانيا دولة مجاورة ملاثقة لروسيا في جزء منها اللي هو شبه جزيرة القرم ده يتسكنوا أغلبية من أصول روسية فلما لعبت أصابع الغرب فيها وأطاحت بالرئيس الموالي لموسكو كان رد الفعل هو تسخين إقليم القرم اللي تقريبا انفصل عن أوكرانيا وللفعل أجروا استفتاء بالأمس والنتيجة وصلت لـ 95% بيؤيدوا الانفصال والانضمام إلى روسيا لا أظن أن الأمر هيمشي في هذا الاتجاه لكل أسباب عديدة أول سبب منها أن روسيا من مصلحة روسيا استمرار إقليم القرم ضمن أوكرانيا لأنه يضمن لها وجود امتداد خارج نطاق أراضيها من مصلحة روسيا طبعا أنه يظل ضمن أوكرانيا يتبقى ده ورقة ضغط على النظام في كيف وعلى أوروبا وعلى الغرب يدرك أن أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا وأن روسيا مش تقبل أبدا بأن أوكرانيا تبقى الغرب لأنه كده أمريكا والغرب بقوا على أعتاب الأراضي الروسية وروسيا مش تقبل بهذا الوضع طيب دي نهاية فقرتنا دلوقتي الكاتب الصحفي أستاذ أشرف البرباري مدير تحريج ريدة الشروق بشكرك شكرا جزيلا لهذا التحليل الرائع لأخبارنا ومنشتاتنا شكرا جزيلا لأوجودك معنا نهاردة مشاهدينا مكمني معكم فقراتنا تابعونا ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة